انطلق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبيك وخارجها بمشاركة كويتية يترأسها وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل المزيد من التفاصيل في التقرير التالي حد الإنتاج المتفق عليه كان أبرز نتائج اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المعروفة بأوبيك بلاس الذي جاء بالتزامن مع مؤتمر الطاقة العالمية الرابع والعشرين في أبو ظبي وبعد الاجتماع مباشرة أكد معالي الدكتور خالد الفاضل وزير النفط وزير الكهرباء والماء لتلفزيون الكويت حرص الدولة على إنجاح هذا الاتفاق التاريخي الاجتماع هذا هو اجتماع لتجميع البيانات ولمتابعة حالات الالتزام من بين مختلف الدول الأعضاء في منظمة أوبيك وخارج أوبيك ما يسمى بأوبيك بلاس للنظر في مدى التزام هذه الدول بالاتفاقية التي تم توقيعها من بين الجميع لله الحمد هناك توافق تام من بين جميع الدول الأعضاء على الالتزام بنسبها وهذا شيء جيد نفخر بأن تكون المنظمة التي دائما قرارتها تؤخذ بالإجماع بأن تكون لجنتها أيضا الممثقة منها تقر بأن هناك دول ستلتزم وستزيد من نسبة التزامها فهذه أمور جيدة تخرج من هذا الاجتماع والحمد لله الاجتماع كان جدا موفق وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع صرح أعضاء لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق أوبيك بلاس بضرورة التزام الأعضاء بالتخفيضات المنصوص عليها في اتفاق خفض الإنتاج لحين اجتماع لجنة المراقبة الوزارية الذي سيعقد مطلع ديسمبر المقبل كويت ليس لها رأي منفصل إنما هو رأي الجي أمم سي وكذلك هو رأي منظمة أوبيك بأن ما يجب الالتزام فيه على جميع الدول الكويت ملتزمة فيه تماما متى يتم رفع الخفض أو تقليل الخفض أو زيادة النسبة هي قرارات تأخذ بالإجماع مثل ما ذكرت سال آنفا فإن الكويت ملتزمة بالقرارات الدولية وهذا شيء ما هو غريب على دولة الكويت فيما يتعلق باستمرار المشاركة في خفض الإنتاج القرار هذا إن شاء الله سيأتخذ في اجتماع أوبيك القادم في ديسمبر ومنها سيكون فيه انطلاق إلى السنة التي تليها إذا كان هناك استمرار في خفض الإنتاج تحديد النسب وتحديد الكويت وكانت أوبيك وروسيا ومنتجون آخرون قد نفذوا اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع مليون ومئتي ألف برميل يوميا منذ مطلع يناير الماضي بما يعادل واحد واثنين من عشر بالمئة من الطلب العالمي يستمر حتى مارس أذار من العام القادم اجتماع ساده التوافق التام أكد عزم منظمة أوبيك وحلفائها دعم استقرار أسواق النفط في العالم لتلفزيون دولة الكويت سالي الأسعد أبو ظبي